ينضم إلينا الآن من القدس محرشون الإسرائيلية نضال كنعني للحديث أكثر عن هذه الشروط الجديدة للرد إذن يعني مصر إسرائيل على الرد من أجل حماية هيبتها رغم أنه إيهود أولمارت رئيس الوزراء الأسبق قال أنه نحن فزنا على إيران في الحرب لا داعي للرد صعب سيكون الرد لأنه أيضا يعني على الطائرات الإسرائيلية أن تعبر أجواء أو الصواريخ الإسرائيلية أن تعبر أجواء دول في المنطقة وهذا سيتسبب بأزمة هل هناك تسريبات تحليلات إسرائيلية عن هذا الرد الذي يسمونه الرد الذكي المحدود الذي لن يجر المنطقة إلى حرب نعم يوسف لغاية الآن كلها تكهنات يعني الجميع يتكهن بإمكانية الرد الإسرائيلي خاصة وأن هناك الكثير من القيود كما شرحت أولا لا تريد ردا قويا يشبر إيران على الرد ويغضب الولايات المتحدة لا تريد ردا يؤدي إلى إفساد محاولات إسرائيل لإنشاء محور جديد في المنطقة ولا تريد إغضاب جيرانها من الدول العربية التي ساندت إسرائيل في التصدي للرد الإيراني أيضا الرد الإسرائيلي إن كان سيكون على الأراضي الإيرانية فهو سيجبر إسرائيل على إطلاق أسلحتها من فوق أو من أجواء دول عربية كالأردن مثلا وفي هذا إحراج للأردن وبالتالي الأمور صعبة جدا وعلى إسرائيل أن تسير بين النقاط في هذا الرد التكهنات هي إما رد طبعا السيناريوهات كثيرة الرد على المشروع النووي الإيراني غير منطقي وهو ينافي كل هذه الحسابات هو لا يجدي هو سيعطي لإيران حجة لتطوير أسلحتها النووية وما إلى ذلك الرد ربما قد يكون في عملية اغتيال مثلا لكن هذه تحتاج إلى الكثير من الوقت وبالتالي إسرائيل تريد ردا فوريا لأنه كلما امتد الوقت في الرد الإسرائيلي سيحظى بدعم دولي أقل وبالتالي هي تريد ردا فوريا لكتم ربطه أصلا من أجل الرادع بالهجمة الإيرانية هناك إمكانية الهجوم الإلكتروني السيبراني إسرائيل نفذت مثل هذه الهجمات سابقا وتستطيع تنفيذ مثل هذه الهجمة وهي تؤدي إلى إحراج إيران خاصة أمام الشارع الإيراني مثل هذا الهجوم قد يستمر لساعات طويلة أو لأيام وبالتالي كأن هناك ضربة تستمر لأيام وبالتالي مزيد من الإحراج نظال أيضا هناك بعض التحليلات ربما تقول أنه ممكن أن تستعين إسرائيل بأذربيجان مثلا للأجواء لأنه عبور الطائرات الإسرائيلية أو الصواريخ للأجواء الدول العربية سيكون مزعج ومحرج هنا لكن العلاقات بين أذربيجان وإيران متوترة وممكن يكون في استخدام لهذا الشيء لكن ماذا عن التهديدات الإيرانية لا تحسب لها إسرائيل أي حساب يعني اليوم عم نسمع أنه الرد الإيراني سيكون أكبر وأوسع وسريع جدا ألا يقلق إسرائيل هذه التهديدات الإيرانية نعم يعني أولا فيما يتعلق بالخيار الأذربيجاني هناك علاقات ممتازة بين إسرائيل وأذربيجان معظم الأسلحة الأذرية تأتي من إسرائيل رأينا في الفترة الأخيرة المسيرات الإسرائيلية في أذربيجان والأسلحة وبالتالي هذا خيار لكنه هذا سيجر أذربيجان إلى مواجهة مع إيران ربما لا تريدها الآن لكن عموما يعني دعني أنا أعطي تخميني الآخر إضافة إلى التخمينات الكبرى هناك إمكانية أخرى لدى إسرائيل ربما تجيب على كل هذه الأسئلة في الفترة الأخيرة إسرائيل كانت تشكو من وجود سفن إيرانية في البحر الأحمر تحت غطاء السفن المدنية لكنها تقوم بعمل عسكري وتؤدي إلى عمل مهم لدى الحوثينيين بمراقبة كل حركة الملاحة في البحر الأحمر بالنسبة لإسرائيل مهاجمة مثل هذه السفن أو واحدة من هذه السفن أولا هي لن تضطر للطيران في أجواء دول صديقة بالنسبة لها كان هناك سيطرة إيرانية على سفينة إسرائيلية وبالتالي الرد بنفس العملة ثانيا هناك هجمات الحوثيين وبالتالي هذا مبرر كون هذه السفن تؤدي دورا في مثل هذه الهجمات وهي أيضا بعيدة عن الأراضي الإيرانية هناك الكثير من الخيرات هذا مثلا خيار وارد أنا أتوقعه الآن هذا يمكن أن يكون حل بالنسبة لإسرائيل وهناك الكثير من الحلول يمكن أن ترد على الأراضي السورية مباشرة من الأراضي الإسرائيلية وبالتالي لن تضطر إلى الدخول في أجواء دول صديقة مثلا نعم نضال هو الغريب أنه إيران وإسرائيل لا تعترفان ببعض لكن يبدو أنه القصف سيؤدي إلى اعتراف عسكري على ما يبدو متبادل بين الطرفين بضغط الأمر الواقع شكرا جزيلا لك نضال كنانة